قالوا أنؤمن لك واتبعك لرزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إنه حسابكم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نظير مبين قالوا لئن لم تنتهي آلوف لتكونن من المرجونين قال ربي إن كومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون هم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العديد الرحيم كذب العاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتكون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من جر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل رعناية تأبفون ولتخذون مصانع لألكم تخلدون وإذا بدشتم بدشتم جبيرين فاتقوا الله وأضيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم مذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أواز أم لمتكم من الوعيدين إن هذا إلا خلق لبولين وما نحن بمعدبين فكذبوه فأخلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له أن لعديد الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالحنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من جر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وويون وضروع ونقل طلوها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأضيعون ولا تضيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في ذرد ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثل نافات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم أذاب عظيم فأقلوها فأزبقوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العبيد الرهيم فالزبر قوم لوت المرسلين إذ قال لكم أخوهم لوتنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأذيعون وما أسألكم مليه من جر إن أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذلون ما خلق لكم ربكم من الزواجكم بل أنتم كوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يالور لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمضرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العبيد الرهيم كذب أصحاب ليك المرسلين إذ قال لهم شعيبنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأبيعون وما أسألكم ليه من جر إن جري إلا على رب العالمين أوفوا لكيل ولا تكونوا من المخسرين وذنوا بالغسطة المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأفوا بإذر المفسرين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأذجد علينا كسفا من السماء إن كنت من الشارعين قال رب أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم أضاب يوم الضل إنه كان أضاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو اللذيذ الرهيم وإنه لتنزيل رب العالمين نظل به الروح لمين على كلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي ظبر الأولين أولم يقل لهم آية ني ألمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يبنون به حتى يروا العذاب لليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هلنهن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغني أنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها موضرون ذكري وما كنا والمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمء إلى معزولون ولا تلأوا مع الله إله آخر فتكون من المعزلين وأنذر عشيرتك لقربين وخف الجناحك لمن اتباك من المؤمنين فإن أصرك فقلني بريء مما تعملون فتوكل على الذي ذي الرحيم الذي يريك حين تقوم وتكلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هلنبئكم على من تنضل الشياطين تنضل على كل أفاك نزيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منكلبين ينكلبون سورة النمل مكية وعلى خمس وتسعون آية بسم الله الرحمن الرهيم باسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشر للمؤمنين الذين يجيمون الصلاة ويوتون أو وكاتوهم بلا خلتهم يجنون إن الذين لا يؤمنون بلا خلت ضينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم صوء العظاب وهم بلا خلتهم لخسرون وإنك لتلك القرآن من لدن حكيم وعليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بقبري نواتيكم بشهابك بس لعلكم تصدلون فلما جاء أهانودي أمبورك من بالنيد ومن هولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي أشاك فلما رئيها تهتظرك أنها جان ولي متبرا ولم يؤقب يا موسى لا تخب إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ولمص وبدل خسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جعبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسي آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سهر مبين وجهدوا بها واستيكنتها أنفسهم ظلم وعلوا فانظروا كيف كان عاجبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان إلما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ألمنا منطق الضير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ووشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والضير فهم يوضعون حتى إذا أتوا الأواد النملي قالت النملة يا أيها النمل الخلوم ساكنكم لا يحذمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ظاهكم من كهولها وقال ربي أو ذئينها أنا شكر نئمتك التي أنمت عليها وأنا أمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتبقد الضير فقال ما لي لا أرى اللعود هدى أم كان من العائبين لو أذبنه عذابا شديدا نول أصبحنه أو لا ياتيني بسلطان مجين فما كث غير بعيد فقال أحضرت بما لم تحب به وذيتك من سبعين بنبعين يجين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتي يد من كل شيء ولها أرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وذجرهم الشيطان أأمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الكبأة في السماوات والذرد ويعلم ما يخفون وما يولنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سنوضر أصدقة أم كنت من الكاذبين إذا هبت كتابي هذا فألقه إليهم هم تول عنهم فانظروا ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ وإني أوليه إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وابتوني في أمره ما كنت قادئة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد ولم مره إليك فانظري ما واتها مرين قالت إن الملوك إذا دخلوك ليتنفسدوها وجعلوا عئدة أهلها أذي الله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديتهم فنظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتيني الله خير مما آتيكم بلنكم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلناتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أزلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها ولا أن ياتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك بهك فلأن تقوم من مقامك وإني عليه لكوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك بهك فلأن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أمكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي قلي كريم قال نكروا لها عرشها ننظرتها تدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى هكذا أرجع قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت منك ومن كيفرين فلما رأده وصبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرهم ممرد منك وآرير قالت رد بإني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلائمان لله رب العالمين ولكذا رزلنا إلى فمود أخاهم صالحة ننوهد الله فإذا هم فريكان يختزمون قال يا كومي لما تستعجلون بالسيئة كبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في ذرد ولا يسلهون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظروا كيب كان عاجبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لكومه عدمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولولا زكال لكومه أتاتون الباحشة وأنتم تبسلون أإنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بلنتم كوم تجهدون